السلام عليكم انا نتحدث عن طاقة التفعيل او طاقة التنشيط للتفاعلات الكيميائية. انتحدث عن معادلات ارينوس او اللي هي معادلة ارينوس. انه عبارة عن طاقة التفعيل دي عبارة عن الطاقة اللازمة للمتفاعلات انها تحصل لها تماسك مع بعضها كل رحلة او ان هي يحصل لها بعد كده يحصل لها تفاعلات او تجمعات بحيث ان هي تكون اللي هي الروابط الروابط اللازمة لتكوين المنتجات من هذا التفاعل. وهي طبعا ده بنقول ان هي عبارة عن اقل الكمية من الطاقة اللازمة للتفاعلات الكمية لحد ان هي تحصل. وبنقول طبعا احنا اتكلمنا على ده قبل كده ان احنا قلنا لو في عندي معدل اه لتفاعل كيماوي او عند درجة حرارة تي اتنين. وعندي اه معدل لهذا التفاعل عند درجة حرارة تي واحد اللي هي كي ار وان. قلنا ان هي عندي او اللي هي اه اه طاقة الطاقة التنشيط دي او طاقة التفاعل. اه مقسومة على ثابت العمل للغازات وبنقول مقلوب درجة حرارة الاولانية بالكلفن ماينوس اللي هي درجة حرارة بالكلفن اه في درجة حرارة التانية. بنقول لو احنا عندي ان دي او طاقة التفاعلات او طاقة التنشيط لو هي اه اه كمية كبيرة معنى كده ان هي او لو كانت اه اه قيميتها كبيرة بمعنى كده ان هذا التفاعل يعتمد على درجة الحرارة ولو كانت صفر بنقول ان هذا التفاعل لا يعتمد على درجة الحرارة ولو كانت بنقول ان هو ان معدل التفاعل في هذه الحالة بيقلب زيادة درجة الحرارة ودي طبعا بيكون اه حالات نادرة ان ممكن تحصل حاجة زي كده. بنقول عندنا دي ممكن بنقول لو عندنا تفاعلات او او مكون او اه مركب كما هو اي او مركب كما هو بي هيتفاعلوا مع بعض بحيث ان هم يحصل عندي اللي هو المعقد بينهم او يحصل اه الاول ازا ما احصل كلويدا لان هم بيتفاعلوا مع بعض بيلتحهم مع بعض بحصل ان هو ده المركب بحصل او اللي هو التعقيد بتاعة المكونين دول او المركبات الكيميائية الاولانية دي اي و بي وبعد كده حصل عندي اللي هو التفاعلات. طب بنقول اه اللي هي اللي هي اللي هي المنتجات او المنتج بتاعي التفاعل الكيميائي ده. بنقول عندنا طبعا هنا او طاقة اللي هي الوضع للمنتجات للمتفاعلات وطاقة الوضع للمنتجات وطبعا لو احنا اننا عند الرياكشن كوردينيت تم يكون ان هو مسلا على اساس ان هو او اللي هو الزمن بتاعي. طب يحصل ايه في هذا الحالة. نفس الكلام برضو في عندي حالتين. الحالة الاولانية ان عندي ان طاقة الوضع بتاعة هذا التفاعلات المتفاعلات او بي بيكون اعلى من المنتجات. وفي الحالة دي بنقول ان المنتجات بتكون لها طاقة اقل. وهذه الحالة بنقول ان احنا عندنا الدلتا اي او اللي هي التغيير الكامل او التغيير الكلي في الطاقة الوضع بيكون اقل من الصفر. في هذه الحالة بنقول ان احنا عندنا اي 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 بيكون اكبر من الصفر والدلتا اي 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 او الدلتا اي بيكون اللي هي التفاعل اللي هو التغيير الكلي في طاقة الوضع بتاعة هذه بتاعة هذا التفاعل ككل بيكون اقل من الصفر وبالتالي بنقول عندنا في الحالة دي انه هو التفاعل ده بينتج للطاقة او اللي هو بسموه طيب العكس بتاعة ده لو كان عندي طاقة الوضع بيكون للمتفاعلات اقل من المكونات او اللي هي المنتجات في الحالة دي بنقول ان احنا عندنا الدي اي اكبر من الصفر وفي هذه الحالة برضو ان احنا بنقول اه ان احنا اكبر من الصفر معنى كده ان التغيير الكل في طغط الوضع بيكون اكبر من الصفر معنى كده ان هذا الرياكشن بنقول ان هو محتاج طاقة يتغلب على هذا الفرق بين طاقة الوضع بتاع المنتجات وطاقة الوضع بتاع المدخلات او اللي هي المتفاعلات طيب في الحالة دي بنقول لاندي ده في الحالة دي بيكون اندو سيرمال او اندو ثيرميك ايراكشن طيب بنقول لاندي طبعا ده الاجتفاشن ان اجده بيكون مهم جدا في حالة اللي هي العامل الحفازة او كتاليست او ان هي عملية التحفيز اللي هي الكتاليسس اه دي بيكون عملية بيكون ان انا بحط اه مواد حفازة بحيث ان هي تعمل اه تنشيط او تسهيل للتفاعلات الكيموية وخاصة او كيموية او باو كيموية زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا منكون بنحالة دي بنقول ان الكتاليست ده او العامل الحفازة ان هي بتاعمل على تقليل كمية او اه الطاقة اللازمة للتنشيط طب بنقول ايه اللي بيحصل هنا مسلا لو عندي نفس الكلام هنا لو عندي في اللي هو تقدم اللي التفاعل على خلال الطايم او خلال الزمن وعندنا هنا الانيرجي لكل مول فبالحالة دي لو انا عندي بدون بدون وجود اه كتاليست بنقول ان احنا عندنا اه ان الطاقة بيكون اه الاكتيفاشن انيرجي بيكون اي تو بدون كتاليست لكن انا حطت الكتاليست او اللي هو العامل الحفاز بيكون عندي الطاقة التحفيز او طاقة التفعيل في هذه الحالة بيكون اي واحد فهنا عندنا العامل الحفاز ده بيعمل تقليل لكمية الطاقة اللازمة لهذا التفاعل وبالتالي بيكون عندي ان التفاعل بيصور بصورة اسرع هنا مثال مثلا عندي هنا اه بنقول اه ده اه تفاعل بايولوجي والاكتيفاشن انيرجي بتاعته خمسين كيلوجول لكل مول اه كم تكون السرعة او كم يكون اه سرعة التفاعل ده لو كان التمبروتشر سبعة وتلاتين بنمقارنة به اه بدرجة حرارة الغرفة اللي هي خمسة وعشرين على اساس ان هو الثابت الغاز تمانية تمانية بونت سري فورتين جول لكل مول لكل كيلوجول بنستخدم نفس المعادلة بس نحاول ان احنا نركز في الوحدات لازم تكون كلها متنسقة جول لكل مول جول لكل مول كيلوجول ودرجة الحرارة بتكون بالكيلوجول بنقول عندي القيمة بتاعت اللين او الغريط من الطبيعي لكي ار تو على كي ار وان بكون بونت سيفن ايت اه بمعنى كده ان هي ان المعدل معامل اه اللي هو الار تو او اللي هو معامل التفاعل في الحالة التانية بيكون حوالي ضعف اللي هو المعدل التفاعل في الحالة الاولانية ومعدل التفاعل على درجة حرارة سبعة وثلاثين بيكون تقريبا ضعف اللي هو على قيمته على خمسة وعشرين درجة مول وبنقول بنقول ده طبعا ده بيكون معناها ان هي بحكم التجربة او بحكم الخبرة ان ده بيكون غالبا بيكون المعدل التفاعل بيكون ضعف او بيتضاعف كل عشر درجات لكن طبعا ده بيعتمل على لكن يعني غالبا بيكون ده بيكون يعني حكم كحكم عام لكن طبعا لازم تحسبها على درجة حرارة وظروف اللي هو الاكتيفاشن انرجي اللي احنا بقوله عليه بكده ان شاء الله نشوفكم المرة الجاية وامل ان هو يكون هذا الفيديو مهم بالنسبة لكم السلام عليكم ورحمة الله